السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعينا في كل مكان. هنبدأ النهاردة مع بعض شرح منهج الترم التاني. النهاردة هنذاكر مع بعض كونسيبت سري بوينت وان. هنذاكر لسنز وان ان دو. ان شاء الله شاهدوا معكم بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. علشان يصلكم اي فيديو جديد انا منزله. يعني نبدأ مع بعض. لكن قبل ما نبدأ احب نوع عن حاجة صغيرة. ان شاء الله كل فيديو انا هعمله. هعمل لكم كده اختبار الالكتروني. علشان بعد ما نسمع الفيديو. ننزل تحت كده في اول تعليق مسبب تحت الفيديو. هتلاقوا اللينك تضغطوا عليه. اللينك ده هيكون فيه اختبار الالكتروني. عبارة عن مجموعة من الاسئلة. هنحل الاسئلة دي عشان يتأكد كويس ان احنا فهمنا الدرس. تمام? الحاجة التانية كمان. كمان اسئلة الاكسرسايز اللي بتكون موجودة بعد كل درس كمان هنزلها على قناتي الثانية قناة ميس مام التعليمية تو. اتمنى من حضراتكم انها من حضراتكم تشكوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يصلكم اي فيديو جديد. تمام? لكن برجاء تعملوا لايك لاي فيديو انا بنزله علشان نقدر استمر معكم. طولت عليكم يلا مع بعض نبدأ. عندنا الكونسيبت بتاعنا بتكلم عن ايه? عن الكلمات دي طبعا جيدة عندنا ان شاء الله هنشوفها دلوقتي من خلال ده السنة. تعالوا نبدأ مع بعض بليسون وان. هنا اكتيفتي نامبر وان بيقولك هل تستطيع ان تشرح? طبعا احنا عارفين من الترمي الاول اخدنا قبل كده ان الارض بيكون فيها او بتحتوي على ايه? كائلة حية واشياء غير حية. وطبعا كل حاجة في في النظام البيئي ان هي كله بتفاعل مع بعضه. مفيش حاجة بتبقى لوحدة. لا كل حاجة عندنا منجودة على الارض بيحصل لها انتراكت. بتفاعل مع بعض ضدها البعض. العلماء have divided the earth into four main systems. العلماء قسموا الارض دي الى four main systems. الى اربع اجزاء رئيسية. بيقول هنا عندنا all spheres. which are هي ايه? اول حاجة عندنا زي الاتموسفير. الاتموسفير. اتموسفير اللي هو الغلاف الهوائي. الغلاف الهوائي. اتموسفير. number two عندنا وهي جيو سفير. جيو سفير اللي هو الغلاف الارضي. وبعدين عندنا بايوسفير. بايوسفير اللي هو الغلاف الحاوب. وبعد هنا عندنا هايدروسفير. هايدروسفير ده اسمه ايه? الغلاف المائي. يبقى دول عندنا اربع انظمة رئيسية. دي الارض بتنقسم اليها. عندنا زي الاتموسفير جيوسفير بايوسفير هايدروسفير. تعالوا نتكلم مع بعضة عن كل واحدة. هنبدأ اول حاجة بالاتموسفير. اتموسفير it is the system that surrounds the earth. and it is composed of mixture of some some gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor. الاتموسفير احنا قلنا ده الغلاف الهوائي. طلوة احنا قلنا ده غلاف الهوائي. يبقى ده اكيد بيجتمل على ايه? بيجتمل على الغازات. كما احنا قلنا اتموسفير اتموسفير غلاف هوائي. احنا عارفينه ان ده السيستم اللي بيكون. ده النظام اللي بيكون محاولة للارض. ليه? لان احنا عندنا الهواء ده بيكون عبارة عن ايه? عبارة عن ميكستر اف سوم جاز. الهواء ده عبارة عن خليط من بعض الغازات. زي عندنا غاز النايتروجين. نيتروجين جاز. والاكسوجين جاز. والكاربون دايكسايد جاز. دي كلها جازز. يعني غازات بتكون يعني محاطة بالارض. ده بالنسبة للاتموسفير. بعدين عندنا جيوسفير. جيوسفير ده الغلاف الارضي. ده النظام اللي بيجتمل على الصخور والطربة والرملة. وطبعا كل ه جزئية باش رحض الوقتي? مهمة. لانها بتيجي في جيوسفير او في او عندنا صعيناتفك تيرم. بيقولك عندنا زي سيستم ذات انكلودز راكس سايل سند. هتقوله جيوسفير. السيستم ساراوند زي ايرز اني كومبوزد اوف ميكستشار اوف صامجازيز. هتقوله الاكموسفير. تمام كده? اما بعد كده عندنا بايوسفير. بايوسفير ده اللي هو الغلاف الحيوي. ده النظام يشتمل على الكائنات الحية زي الانسان والنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة يبقى عندنا النظام اللي بيشتمل على كل الحاجات دي اسمه بايوسفير 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 الغلاف الحيوي اما عندنا الهايدروسفير هايدروسفير الغلاف المائي من اسمه هايدروسفير يعني غلاف مائي the system includes all water يشتمل على ايه على water على كل المية on the earth المية المنجودة على الارض سواء كانت عندنا fresh او كانت salt يبقى دمين ده الهايدروسفير includes water بيشتمل على المية سواء المية دي fresh مية عزبة او salt يعني مية ملحة تمام يبقى زي ما قلت كل من دول كل system من اللي انا اكلمت عنه مهم جدا جدا how does earth biosphere interact with earth hydrosphere انا قلت في البداية خالص ان كل system بيحصل ايه interact with each other كل system بتفاعل مع التاني فهنا بيقول لك ايه how ازاي البيوسفير interact with hydrosphere احنا قلنا ان البيوسفير الغلاف الحيوي وقلنا الهايدروسفير اللي هو الغلاف المائي يعني الغلاف الحيوي ده البيوسفير اللي هو فيه living organisms زي الهيومن والplants والانيمالز والمايكرو ازاي بتفاعل مع الهايدروسفير اللي هو اللي فيه مية الغلاف الخاص به ووضر المية احنا نشوف مع بعض ازاي بيحصل الاكتق تفاعل احنا عارفين ان all living organisms in the biosphere كل الكائلات الحية اللي موجودة في البيوسفير interact with hydrosphere كلها بتتفاعل مع الهايدروسفير ازاي يا مس مش احنا عندنا اليومن ان انيمالز drink water to survive انت كانسان وكمان الحيوانات مش كلنا بنشرب مية علشان نبقى على قيد الحياة فبالتالي بيحصل تفاعل ما بين البيوسفير والهايدروسفير كمان اخدنا ان فيه نباتات وحيوانات بتعيش كمان في المية فده اسمه interact يعني تفاعل ما بين البيوسفير والهايدروسفير يبقى عرفنا ازاي البيوسفير interact with hydrosphere وان ازاي ان الهيومن والانيمالز drink water to survive وطبعا ده سؤال بيجي في الامتحان في كيف reason 4 كمان ان بعض الحيوانات وان بتعيش في المية علشان كده فيه تفاعل ما بين البيوسفير والهايدروسفير تعالوا مع بعض كده نقرأ اهم الكلمات complex complex معناها مركب او معقد characteristics characteristics معناها استفاض هايدروسفير هايدروسفير غلاف مائي جيوسفير 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 الغلاف الارضي interact interact يتفاعل aquatech ecosystem aquatech ecosystem من نظام البيئي المائي بايوسفير 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 الغلاف الحيوي واتموسفير اتموسفير الغلاف الهوائي الكلمات طبعا دي مهمة جدا وحفظة تعالوا نشوف اللي بعده اتفاعلوا معايا هنا في activity number two بتكلم عن waters impact on living organisms بتكلم عن تأثير المية على الكائنات الحية بيقول هنا on living organisms كل الكائنات الحية except معادة بلانت معادة النباتات need water to survive معادة النباتات كل الكائنات الحية بتحتاج للمية علشان تبقى على الحياة معادة النباتات طبعا اجابة فؤوس لان النباتات كمان محتاجة كل living organisms محتاجة عندنا to survive علشان تبقى على الحياة عشان تبقى على قيد الحياة سواء كان او humans او بلانت كلهم محتاجين المية فدي اجابة الفولس number two water is important for all living organisms and also can affect non living things المية مهمة لكل الكائنات الحية وايضا بتأثر على الاشياء الغير حية اطبعا هقول له اجابة true طيب ليه true يا ميس الكلام ده من خلال درسنا بيقول هنا ان all living organisms كل الكائنات الحية thought she as humans animals need water to drink احنا قلنا الكلام ده قلنا ان كل الكائنات الحية human وزي الانمالز محتاجة مية محتاجة عندنا water to drink grow and survive محتاجة عندنا مية علشان تشرب وعلشان تكبر وعلشان تبقى على قيد الحياة بلانت كمان need water to make photoscentes process النباتات كمان محتاجة مية علشان تقوم بالبناء الضوي to survive علشان تبقى على قيد الحياة يبقى كده عرفنا زي ما قلت ان كله محتاج water المية طيب how does water affect non living things طب ازاي المية بتأثر على الاشياء الغير حية تعال نشوف water can affect non living things as it causes withering and erosion of rocks on the air surface المية بتأثر على الاشياء الغير حية بيقول ان هي بتسبب حاجة اسمها withering يعني ايه withering يعني التجوية وحاجة تانية اسمها erosion يعني ايه erosion معناها تعريه 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 لمين عندنا ليه rocks للصخور on the air surface على سطح الارض طيب يعني ايه اصلا يا miss withering ويعني ايه erosion الكلمتين دول مهمين جدا جدا تعالوا مع بعض نقرأهم هنا withering يعني ايه withering معناها break down of rocks into smaller particles due to the effect of rain wind temperature الوزرنج ده معناها عملية تكسير الصخور لايه smaller particles لجزئاء صغيرة طيب مين اللي بيعمل كده مين اللي بيعمل اصلا break down the rocks بين اللي بيكسر الصخور لاجزاء صغيرة عندنا rain المطرة wind الرياح temperature درجة الحرارة يعني ايه شايفين معايا هنا الصخور دي شايفينها المية لما بتكون قوية جدا بتبدأ ان هي تخبط في الصخور دي فبالتالي بتعمل ايه بتعمل لها withering يعني ايه يعني تجوية الصخور دي تلاقي كده فيها فراغ من جوة كده فاضي تلاقي المكان ده في الصخور مش موجود تلاقي الصخر هنا صخر هنا وحتة الصخر هنا وتلاقي حتة كده وحتة كده وتلاقي الجزئية دي فاضية فدي اسمها withering يعني تجوية يعني تكسير الصخور لاجزاء صغيرة زي ما شايفين معايا كده ده بسبب ايه ممكن يكون بسبب كمان wind مش شرطة عندنا المية لا كمان ممكن الرياح الشديدة كمان temperature درجة الحرارة ما بتكون high او بتكون عندنا low تمام بتأثر على على الصخور دي تيجي بعد كده after rocks are broken down are broken down بعد ما الصخور دي بيحصل لها break down بسبب عندنا withering بتيجي حاجة اسمها erosion erosion process عملية تعرية بيحصل فيها ايه بيحصل عندنا فيها transportation يعني ايه يعني نقل نقل مين نقل small particles small particles اللي هي دي اللي تكسرت من هنا دي بيحصل لها transportation يعني بينقولها بينقولها to another place لمكان تاني مين اللي بنقولها ده اصلا عندنا water المية او عندنا wind الرياح بتاخد الاجزاء الصغيرة دي اللي تكسرت او تفركت دي بياخدها ويوديها لمكان تاني هي كانت هنا بياخدها ينقلها هنا مين اللي بنقولها ده عندنا لو هي في مكان في مية يبقى عندنا water لو هي عندنا في الديزرت في الصحرة تبقى wind الرياح بياخد small particles دي اللي حصل لها break down تمام اتكسرت من الركس بياخدها into بيعمل لها transportation into another place ليه مكان تاني اسمه ايه اسمه erosion يبقى عندنا weathering هي عملية breaking down break down of rocks into smaller particles اما erosion هي transportation لل small particles دي of rocks into another place ليه مكان تاني تمام طبعا زي ما قلت السؤال ده بيجي في الامتحان ومهم جدا طيب leaving organisms need نقطة survive محتاجة ايه محتاجة طبعا water المية water can cause نقطة المية بتسبب نقطة ونقط للصخور طبعا هنا بيقول لك then لازم نحطوهم بالترتيب الاول عندنا بتعمل weathering اللي هو التجوية وبعدين بتعمل erosion يبقى الاول weathering وبعدين ايه erosion تمام كده لمين للركس الصخور هنا معايا في true or false air system are divided into geosphere and biosphere only انظمة الارض بتنقسم جيوسفير والبايوسفير بس اقابة false number two fresh water and salt water belong to the hydrosphere المية العزبة والملحة بتنتمي للهايدروسفير اطبعا هقول له اقابة true نقرأ الكلمات عندنا هنا impact impact تأثير survive survive يبقى حيا withering withering تجوية erosion erosion تعريه transportation 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 يعني انتقال تمام كده منها من حضراتكم لو وصلتم معايا الجزئية دي تعملوا لايك للفيديو يلا نكمل هنا عندنا اكتيف بتكلم عن the importance of water for life on earth اهمية المية الحياة على الارض there are many sources of water on earth يوجد العديد من المصادر على الارض احنا طبعا عارفين ان الكرة الارضية دي عليها مية كتيرة تمام طيب ايه مصادر عندنا المية المية دي ممكن نحصل عليها او نلاقيها فين هنلاقي الوضر دي موجودة في الريفرز في الانهار في سيز البحار ليكس البحيرات ground water المية الجوفية عندنا او شانز المحيطات دي كلها بقول عليها sources of water مصادر المية on air على الارض عارفين كمان ان المية الموجودة على الارض حوالي كان عندنا 71% واحد وسبعين في المية او بقول عليها يعني تلات رباع يبقى بقول عليها يعني او يقول لي كم هقول له وطبعا بيسأل عنها في الامتحان يبقى المية الموجودة على الارض قد ايه هقول له او هقول له او عندنا تمام كل النسبة دي المية بتغطيها على الارض يبقى بالتالي عندنا البلانت يعني بلانت معناها كوكب خلي بالكم بين عندنا بلانت كوكب وعندنا اللي هو النبات شايفين معي دي مختلفة عندي ده اسمه نبات بلانت اما ده اسمه اللي هي الكوكب فيقول لك هنا اني عندنا الكوكب بتاعنا يبدو كايه كبلو ماربل ككرة زرقاء من من الفضاء طيب ليه يجيني في الامتحان يقول لي كده في الامتحان يقول لي جيف ريزين فور ليه الكوكب بتاعنا يبدو ان هو زي الكرة كده لانها ازرق من الفضاء هقول له لان المية بتغطي حوالي واحد وسبعين في المية للارض تمام? وده سؤال بيجي في الامتحان في جيف ريزين فور كمية المية المنقودة على الارض بيقول لك ايه? يعني ما بتتغيرش ما بتتغيرش حتى بيقول لك لو المية تغيرت من حالة للتانية فبالتالي احنا منقدرش نعمل مية جديدة لكن احنا بنعيد تدورها او بنرجحها مرة تانية. بيقول المسطحات المائية على الارض بتتغير من بتتغير من ايه? عندنا مش المسطحات المائية دي في المية اللي بتكون على الارض دي بتكون طيب الليكود ده ممكن يتحول لايه? عندنا يتحول ليه سولد وممكن يتحول ليه جازز الليكود هيتحول ليه سولد او يتحول ليه جازز. طيب يتحول لسولد ازاي? عن طريق ان هو يكون ايس. باي فريزنج. عن طريق التجميد. لو المية دي حصل لها فريزنج تجميد فبالتالي اصبحت ايس. فبالتالي عندنا هي كده سولد. تمام? بيقول in extreme cold weather. في التقس شديد البرودة عندنا بيكون بتحول ليه cold. بتحول ليه سولد او فريزنج. ايه تانية عندنا كمان لجازز تيت. اللي هو water vapor by evaporation. ليه حالة غازية. بيقول عن طريق ايه? اللي هي evaporation عن طريق التبخر. in hot weather. التقس بتكون بالشكل ده عندنا يعني تحول للحالة الغازية. طبعا كلنا اكيد عارفين. اهمية المية لحياتنا. يا طرى اهمية المية في ايه? عندنا بيقول لك. المية مهمة لحياة الكائنات الحية على الارض. يجيني في الامتحان السؤال. يقول لي ليه المية مهمة لحياة الكائنات الحية على الارض? هقول له كده. هقول له الحاجات اللي قدامنا دي. الانسان والحيوان بيشرب منها. اكيد عارفينها طبعا مش محتاجه شرحة. كمان عندنا النبات محتاج المية علشان ينمو. زي ما قلت كده من شوية محتاج المية. علشان يقوم بالبناء الضوء. ايه تاني? كمان عندنا النطعم فيه كمان حيوانات ونباتات بيعيش في المية. كل دي كده دي كلها اهمية المية. حلو معايا هنا الكلمات بيقول تجمد عندنا مسطحات مائية. اعادة استخدام وعندنا معناها شديد. تمام كده? وبعد كده نتكلم عن عن استخدامات المية. الانسان بيستخدم المية في العديد من الاستخدامات. يلا كده كل واحد منكم يقول استخدامات المية بدون يبص على البيكتشر القدامي. واحد ممكن يقول يا ميس انا باستخدم المية دي مثلا ديشز في غسل الاطباء. ممكن واحد باستخدم بيقول المية دي في ان انا ماما بتجاهز الطعام. الاكل بتاعنا كله بتعمل بالمية. ايه تاني كمان ممكن حد يقول يا ميس عن طريق مثلا الاستحمام. ممكن حد يقول كمان عن طريق ان هي ان صفر. مش احنا بنسافر عندنا في المراكب او عندنا السفن. حد كمان يقول يعني ايه يعني التسلية او الاستجمام زي كده. كمان عندنا عن طريق التصنيع. كمان المية في الصناعات المختلفة. طبعا بنستخدم برضو المية في المصانع. تمام? دي كده is this of water. تعالنا حل الاسئلة. the total amount of water on earth doesn't change. المية الكلية للمية على الارض ما بتتغيرشي. هقول له اجابة true. half of earth surface is covered by water. بيقول نص سطح الارض بيكون مغطة بالمية. لا احنا قلنا three over four. مش half. هقول له اجابة false. when water freeze لما ما بتتجمد. المية لما بتتجمد بتتغير او بتتحول لي بخار مية. لا طبعا هقول له اجابة false. لا بتتحول لي ice. تمام? تعالوا معنا الكلمات. عندنا هنا. معناها اغراض. اعداد الطعام. استحمام. يعني التسلية. يعني السفر. وعندنا هنا معناها التصنيع. تعالوا معايا نشوف اللي بعده. طبعا زي ما قلت الاسئلة دي حلها على قناتي الثانية قناة ميس مام التعليمية. اتمنى من حضراتكم انكم تشتركوا في القناة. فقط لاني المرتبطين ببعضهم. والدكس التاني زي ما شافين معايا وصير جدا يعني مفهوش هو عبارة عن البيتش دي بس كده. فبالتالي التالي هنشرحه مع بعض. فهنا عندنا بيقول what do you already know about hydrosphere and biosphere interactions. ايه اللي انت بالفعل بتعرفه عن hydrosphere والbiosphere. تعالوا نشوف مع بعض بيقول true or false. the components of earth can be classified into hydrosphere and biosphere only. شافين معايا بيقول ايه? بيقول ان مكونات الارض بتنقسم للهايدروسفير والبيوسفير. هقول له ايه? اجابة false. ان احنا قلنا عندنا الهايدروسفير والبيوسفير والجيوسفير واتموسفير وكما بعد دي هقول له false. البحار والمحيطات دي تعتبر جزء من الاتموسفير. هقول له اجابة false. انها عبارة عن جزء من ايه? من الهايدروسفير. فبالتالي دي هقول له اجابة false. ده بيحتوي على الجازز على الغازات. فبالتالي زي ما قلت اجابة false. طيب المسطحات المائية على الارض لها اشكال مختلفة وبيقول كمان مواقع مختلفة. زي ايه? تعالوا معايا هو هنا جايب عندنا الاجزاء دي. تعالوا نشوف كل واحدة من المسطحات المائية. اول حاجة عندنا طبعا كل واحدة من دوله برضو مهمة وبيسأل عنها في الامتحان. المحيطات والبحار. مالها زي دي مسطحات مائية بتكون كبيرة جدا. يبقى لكيزه معايا دي مسطحات مائية لكن كبيرة جدا. كمان بيقول ان هي بتحتوي على ايه? على خلي بالكم بيسأل في الامتحان دي بيكون فيها ايه ولا صوت? لأ فيها عندنا بتحتوي على صوت يبقى عندنا صوت تمام كده? عشان زي ما قلت بيسأل عنها في الامتحان. اما البحيرات شايفين شكلها ازاي? عشان برضو الصور دي مهمة جدا. وبيسأل برضو عنها في الامتحان. فدي شكل عندنا البحار والاوشان وعندنا ده شكل البحيرات. تمام? بيقول لك اني بيكون ايه? عبارة عن مسطح مائي بيكون محاض باللاند. شايفين حواليها ايه? ادي الميا اهي الليك وحواليها لاند. حواليها ايه? حواليها لاند. حواليها ارض. بتحتوي على ايه? بتحتوي على معظمهم مش كلهم. بتحتوي على بيحتوي على يبقى هي الليكس دي فيها وفيها كمان ميا ملحة وميا عزبة. اما عندنا الريفرز الريفرز دي بيقول لك دايما بتعمل ايه? تيجي من تضفق يعني من منطقة بتكون عالية جدا او يعني لمكان منخفض. عندنا ده بيجي من فين ميا بتاجي من مكان عالي جدا. ميا بتيجي من مكان عالي جدا. بتنزل لمكان بيكون بيكون ليه ارتفاعه بيكون منخفض او في مصار بيكون محدد. تمام كده? ده بالنسبة لي اللي هو النهر. بيجي من من ارتفاع عالي او مكان عالي لمكان منخفض. فده اسمه اللي هو النهر. ودايما بيحتوي على في ايه? مية عزبة. اما عندنا المية الجوفية. يعني دي مية بتاقع فين اسفل او يقول لك الكلمة دي نفس الكلمة دي يقول لي او يقول لي معناها تحت تحت سطح الارض. يبقى دي المية الجوفية اللي بتكون موجودة تحت الارض. ودي بتكون بسبب قلة المية على الارض من خلال الطبقات او الصخور المسامية. يعني بيقول لك عبارة عن قلة من المية للارض من خلال طبقات اللي هي الصخور المسامية. زي ما هي موضحة كده فيه اللي قدامكم. ايه? بتيجي من فين? من تحت سطح الارض. وطبعا دي دايما بتحتوي على ايه? دايما بتكون دي المية العزبة دي المية اللي احنا بنشربها. تمام? ودي انقى انواع المية. قالوا هنا بيقول ليه المية تعتبر مصدر متجدد? طبعا السؤال ده مهم وبيجي في الامتحان. ليه المية تعتبر يعني ايه يعني متجدد مصدر متجدد. يبقى ليه عندنا ليه المية تعتبر مصدر متجدد? طبعا عندنا اصلا تعالوا نشوفوا مع بعض في الاول. يعني ايه معناها مصدر طبيعي. مصدر طبيعي. يعني ممكن نعمله بتبدل. تمام? طيب بيقول عندنا ليه تعتبر بيقول عبارة عن لاني المية بتبدل في الطبيعة من خلال من خلال دورة المية. طب هي ايه اصلا هي ايه دورة المية اللي بتكون في الطبيعة? تعالوا نشوف مع بعض دورة المية في الطبيعة. احنا اول حاجة عندنا في ايه? عندنا المية طبعا موجودة في المسطحات المائية اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي كل مسطحات المائية دي اللي موجودة طبعا فيها ورر فيها مية. بيحصل اول حاجة المية دي بيحصل لها بيحصل لها لمية دي ان هي بتتبخر. دي اسمها اسمها دورة المية. المية موجودة هنا و عندنا الصن موجودة هنا الصن بتعمل ايه? بتعمل هيت للورر بتسخن المية ولما المية بتسخت بيحصل لها ايفا بوريشة بتتبخر بتتبخر زي ما كده لما بتكون محطن الحلة على النار والمية النار دي بتسخن المية في المية بيحصل لها بتطلع بخار صح نفس الشيء هنا عندنا دي كده المية بتعمل بتسخن المية دي في المية دي لما بتسخن بيحصل لها يعني المية دي بتتبخر البخار عندنا ده بيطلع فين بيطلع عندنا فوق المية دي بيحصل لها عندنا المية دي بتتكسف. تتجمع هنا في الصحف دي. وبعدين اللي يحصل لها يعني بتتكسف. ولما بتتكسف بعدين الميا دي بتنزل. البخار ده اللي طالع اتجمع هنا. وبعد ما بتجمع هنا بينزل تاني مرة على شكل على شكل المطر. بينزل فين المطر ده? بينزل هنا في في البحر او في في فبالتالي الميا رجعت مرة تانية للبحر. علشان كده بقول يعني بقول ان هي ما بتتغير شي. تعملنا هنا ايه? بخار المية بيتجمع في الهواء. بيكون لنا ايه? الصحف دي. المية بترجع تاني لسطح الارض. لكن على شكل ايه? على شكل مطر. تمام? يبقى عندنا المية دي. بسبب عندنا الشمس بتعمل لها هي بتسخنها. وبعدين بيحصل لها بتتبخل لما بتسخن. وبعدين بتتجمع عندنا هنا فوق في في الصحف دي. بيحصل لها وبعدين بتنزل في شكل مطر. بترجع تاني فين ليه المية دي او 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 كزا. تمام? نسبة المية على الارض بتكون سبتة. بتكون سبتة ما بتتغير شي. ليه بتكون سبتة ما بتتغير شي? عندنا بسبب عندنا بيحصل ايه? دورة المية في الطبيعة. تمام? طيب ليه النباتات تعتبر مصادر متجددة? هاقول because plants can planted from seeds that grow up forming new plants. ليه? النباتات تعتبر renewable sources. مصادر متجددة. لان احنا اصلا البلانت ده بنزرعه من ايه? من السيد? من البزرة. دلوقتي انا معي بزرة مسلا عندنا طماطم او عندنا بزرة فول او عندنا اي بزرة. بزرحها في الارض. تمام? ولما بتنمو بيحصل لها. بتطلع بتكون لنا ايه? بتكون لنا برضو نبات من البزرة اللي انا زرعتها. زرعت بزرة فول بتطلع فول. زرعت بزرة مانجا بتطلع لنا مانجا. مش هزرع بزرة مانجا وسطلع لنا مسلا فراولة. لأ تمام? يبقى طبعا بتعمل لنا ايه? او بتكون لنا نباتات جديدة. طبعا احنا عافين النباتات بتعتمد او بتحتاج مية. او عندنا الواتر ديت او amount of water حصل لها ديكريز او حصل لها بلوتد فبالتالي البلانس او افكتد فبالتالي النباتات حتتقصر لو المية قلت او المية تلوست. من عندنا النشاط ده بيوضح ان الهايدروسفير انتر اكت وز بايوسفير وعلي وير ليفنج اورجانيزمي ساتش بلانس ان ذا بايوسفير ديبيند اون ذا هيدروسفير تو سيرفايف. او عنا هو بيقرر الجزء اللي شرحتها في الدرس الاول. الهايدروسفير قلنا بتفاعل مع البايوسفير لان ليفنج اورجانيزمي زي اللي بلانس مالها بيقول ان بايوسفير بتعتمد على الهايدروسفير. ما البايوسفير اللي هو البلانت بتعتمد على الهايدروسفير بتعتمد على ورر. المية تو سيرفايف. علشان تبقوا على قيد الحياة. تعالوا هنا السؤالين بيقول اوشانز ان ريفرز اولوز كونتين سالت ورر. دات والانهار دايما بتحتوي على سالت ورر. هقوله اجابة فالس. اوشانز اه بتعتمد او فيها سالت. لكن الريفرز ان فريش. فبالتالي دي اجابة فالس. المية والنباتات تعتبر مصادر بتكون متجددة او طبعا هقوله اجابة رو. الكلمات عندنا يتلوث طبيعة متجدد دورة المية معناها مصدر. اتمنى من حضراتكم لو وصلتم معي لحد الجزئية دي نعمل لايك الفيديو. اخر الجزئية معي. ايه معي وهي بتكلم عن ايه اللي في البيئة بتاعتك? طبعا ده عندنا بيقول لك ايه? تخيل انك انت موجود هنا كده في حضيكو زي الموضحة في الصورة دي. تمام? بيقولك هنا ايه? بيقولك ان احنا نقدر نوضح حكاية والاشياء الغير حية في الصورة دي زي ما هي موضحة عندنا هنا. هو طبعا نجهزها لك وقسمها لك. عندنا في البيكتشر دي احنا عاوزين الجيوسفير والهايدروسفير والبايوسفير والاتموسفير. كل الحاجات الموجودة في البيكتشر هو قسمها. البيكتشر كان فيها سويل. كان فيها روكس. في بيقولك ده جيوسفير او لان دي يعني. عندنا كمان بادل اللي هي البركة. البركة دي عندنا من الهايدروسفير لان دي ومية. عندنا البيكتشر احنا قلنا زي 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 عندنا موجود في الصورة كان فيها ايه? فيها بوي فيها بيردز تري فلاورز جيل بيترفلايز جراسز كل الحاجات دي يبقى تبع البيكتشر والاتموسفير عندنا زي زي كمان التنفس بتاع الانسان والحيوانات برضو ده عندنا اتموسفير. شايفين معايا كل ده من البيكتشر طلعنا منها كل الاجزاء دي. تعالوا معايا اخر جزئية هنا. عندنا عاوز الحاجات دي نحطها هنا في التاول. عندنا اول حاجة البايوسفير. البايوسفير قلنا زي يعني هقول له زي مثلا عندنا زي الحشرات وعندنا كمان زي الكروكودين اللي هو التمسيح. طيب عندنا زي زي اللي هي الصحراء. وعندنا كمان زي الجبال. طيب عندنا زي الجازز. يبقى عندنا زي ايه? عندنا هنا الرياح. مفيش حاجة تانية عندنا خلاص. طيب يعني مية. يعني عندنا هقول له زي سيز. وعندنا زي ايه? زي تمام? كده احنا نكون خلصنا حلقتنا. انتظروني الفيديو القادم. وحلي في اسئلة الدرسين مع بعض زي ما قلت على قناتي الثانية. قناة بي اسمام التعليمية. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنسوش تدعموني بلايك الفيديو. علشان اقدر استمر لي معاكم.